يبدو بأن مياه المحيط الهادئ ستواصل غليانها منذ زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان قبل أسبوع هذه المرة جاء الدور على وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي لإثارات الجدل والأكيد أيضا إشعال غضب الصين التي تعيش حالة من التصعيد منذ أن وطأت قدم بيلوسي أرض الجزيرة المتمردة الوفد الأمريكي وصل إلى العاصمة تايبي للاجتماع مع كبار المسؤولين في البلاد المعهد الأمريكي في تايوان كشف أن الوفد مكون من خمسة أعضاء برئاسة السناتور الديمقراطي أد ماركي وذلك في إطار جولة أسيوية ومن المقرر أن يجتمع الوفد بالرئيسة ساي إنجوين ويحضر مأدبة يقيمها وزير الخارجية جوزيفو تايوان لم تشوذ عن القاعدة ورحبت مرة أخرى بهذه الزيارة كما فعلت في زيارة بيلوسي الخارجية التايوانية أشادت بزيارة الوفد وعتبرتها مؤشرا آخر على دفء العلاقات بين تايبي وواشنطن أقلت في بيان أن هذه الزيارة تعكس صداقة لا تهاب التهديدات الصينية والترهيب وتؤكد على دعم الولايات المتحدة القوي لتايوان ترجمة نانسي قنقر